هاي هاي عاملين ايه؟ يلا النهاردة نعمل بمناسبة العيد مع بعض أربع موسكات اتفرجي عليهم كلهم عشان لو الأولى ما حبتهاش أكيد هتحبي الأخيرة أول موسكة هنعمله هو ببودرة الكركدي مكوناته سهلة جدا وبسيطة هحتاج بودرة كركدي زبادي ولبن بودرة ومعلقة من النشا ولو عايزة تعرفي الموسكة ده بيعمل ايه؟ ده لتوريد ونظرة البشرة يعني لو بشرتك كده هتبقى كده أول حاجة هحط معلقة من الكركدي في بولا عليها معلقة من اللبن البودرة وكميا معلقة من النشا عشان يدخلته مع بعض هزود عليهم 3 معالق من الزبادي والزبادي يعني مش عايزة أقول لكم قدي ايه فويده للبشرة هخلطهم كويس قوي 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 وتعالوا اقول لكم هنستخدمهم ازاي بعد ما اتخلط معايا كويس قوي هحطوا على بشرة نظيفة طبعا ده يستخدم للوش عادي جدا هسيبوا ينشف تقريبا لمدة 20 دقيقة وبعدين هخسله بمية فترة ورطب بشرتك كويس الموسكة التانية هحتاج فيه قهوة أو نسكة فيه مية ورد ونشا هستخدم معلقة من النشا معلقة من القهوة ومعلقتين من مية الورد هخلطهم مع بعض كويس قوي لو حسيتي ان الخليط سايل شوية محتاج يجمد شوية أو حتى ناشف شوية تقدري تزاوديه عادي انا هنا حاسة ان الخليط بتاعي سايل قوي فهزاودي شوية نشا حفظة الاخلط فيها كده لحد ما حس ان القوام بقى متماسك هبدأ ادهنها على قدية طبعا مش محتاجة اقولكو انه لازم يكون على بشرة نظيفة وتقدري تستخدمي فرشة او قطنة او حتى بالمعلقة زي ما نحعمل كده هسيبه ينشف لمدة عشرين دقيقة هاخصي الايدي او الشي بمية فترة وهرتبها ما تنسوش الترتيب اهم خطوة يلا بقى فقرة المسك اللي انتو دايما بتحبوه بتطلبوه المسك الياباني لشد البشر هستخدم معلقة من الزبادي معلقة كبيرة من العسل الابيض وصفار بيضة واحد هاخلطهم مع بعض كويس قوي 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 وقولي بقى اهلا للبشرة الزجاجية اللي ما فيهاش اي حبوب ولا اي شوائب اللونها متوحد وجميلة استحملي بس رحته شوية عشرين دقيقة برضو هنسيبه لحد ما ينشف وكلنا عارفين البيت بيشد البشرة كده وبعد ما هنخلطهم كويس قوي هنبدأ نحطه على بشرتنا نسيبه عشرين دقيقة زي ما قولنا هتحسي بيه اول ما يبدأ ينشف هنخسل وشنا او ايدينا او يستخدم على اي مناطق غمقة في جسمنا ومننساش نرطبها كويس ده بقى اخر موسك واللي انا بسميه كينج الترتيب هنستخدم فيه معلقة من الزبادي مش هقولكو على السر غير في الاخر معلقة من زيت الزتون عسل ابيض والسحر يا جماعة اللي لاغنا عنه في اي موسك بشرة لو انت بشرتك جفة او فعلا عايزة ترتيب او اي مشاكل انا بالنسبالي ده العلاج السحري لكل مشاكل البشرة الخيار المبشور عايزة تعصريه وتاخذي ميته تمام عايزة تخلي الخيار بحاله كده وتبشريه بس برضو تمام بجد رائع 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 حفظة لقلب كده لحد ما يدخلتوا كلهم مع بعض وقولي بقى اهلا لبشرة الاطفال هنسيبها برضو لحد ما تنشف افريج 20 دقيقة وبعد كده هنخسلها بمية فترة بس مش هتحتاجي تستخدمي اي صابون لانها كلها حاجات طبعية وما تنسيش ترطبي بشرتك عملنا مع بعض موسك الكركدية اللي بيرطب وبيورد الجسم وموسك القهوة اللي ممكن نستخدمه مقشر للبشرة وكمان مرتب والموسك الياباني لشد البشرة واضافة اللمعان وموسك النضارة اللي سميناه كينج الترتيب اتمنى تجربوه كل سنة وانتو طيبين اشتركوا في القناة